في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية نظمت وزارة الداخلية قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء كما وفرت الداخلية وقوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وترخيص المرورة كما تم تنظيم زيارة لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش واستخراج مصدرات الأحوال المدنية لطلباتها ما فيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى يخودها مننا أو يسيطر عليها ما حدش يقدر سيناء البقعة الغالية على كل مصري التي تعطرت بخطى الأنبياء وارتوت بدماء الشهداء تتصدر المشهد التنموي بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنميتها تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهازتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش فقد أقامت وزارة الداخلية معرضا ضخما هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية حرصا على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات أهالي نفسينا يحتاجوا مننا أن نقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجوها وخصوصا بمناسبة كرب حلول شهر رمضان فأحنا جئنا النهاردة متواجدين معهم أعمالنا معرض كبير جدا لمبادرة كنا أنا واحد المعرض متواجد فيه أكتر من 500 تن موات غزائية من السكر والأرز والدقيق والزيوت ويميش رمضان وجميع السلع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان أنا أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيتي على المبادرة الجميلة وأحب أشكر الجيش والشرطة أن هما صعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الأزمة ودلوقتي العرش بيت أحسن من الأول بكتير ما فيش خوف ما فيش قلق دلوقتي كلنا من إيد واحدة جيش والشرطة كلنا واحد موجودة في العريش ونشكرهم ونشكر الرئيس والأسعار كويسة وحلوة أحسن من بره بكتير طبعاً بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد في شمال سيناء إحنا في العريش تحديداً ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الأسعار والدنيا حلوة شكراً للسيد الرئيس شكراً لوزارة الداخلية شكراً لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم منافذ أمان خدمة شمال سيناء تمام بأقل الأسعار ومنافذ جميلة وبأسعار كويسة جداً 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 تضم القافلة سيارات الخدمات الشرطية المتنوعة لإتاحة الفرصة لسكان أهالي شمال سيناء لاستخراج الأوراق الثبوتية وتراخيص السيارات أنا اتفاجأت والله بيها النهاردة وانبسطت جداً أول ما شفت العربية دي إنها دي متنقلة في كل مكان وديها تسهل على الناس كتير لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العرش بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحرية وأمان جئت النهاردة علشان خاطر أعمل بطاعة عائلية والتسهيلات حلوة والحمد لله والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والغطاء الفورية الشيخ زويد جاي عشان أعمل بطاقة عائلية شكراً للوزارة الداخلية اللي جاي لنا من العريش علشان تساعدنا في الورد الحمد لله الوضع عندنا فيه الشيخ زويد والعريش الحمد لله 100% وبنقدر حين ننزل نرخص عربيتنا برحوتنا وبننزل السجير المادني وبنعمل بطاقات وشهادات الميلاد نشكر سيدة الريس ألف ألف شكراً شكر واصل من شعب سينة للريس من هنا للريس واصل وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم في الخدمات متوفرة اللي هو الاستمارات موجودة شهاد ميلاد موجودة بطاق موجودة إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيجب فيه خفص عمل وزارة الداخلية وفرنا خدمات المرورة الإلكترونية دي حاجة والله كويسة جداً عندنا متنقلة في كل مكان بتوفر علينا حاجات كتير فيه فرج شاسع من هنا من سنتين فاتوا لحد النهاردة النهاردة فيه أمان وفيه خير وفيه كل حاجة متوفرة وبنشكل ستة الرئيس على المبادرة دي يعني بترفع الناس كثيرة بخصوص أن احنا داخلين على رمضان تضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء طبعاً احنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة زمان ما كانش فيه عندنا أمان وكان فيه عندنا ضرب نار وكان فيه عندنا حاجات مش كويفة أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان كنا منيجي ما فيش طلبة اثنين ثلاثة اربعة وأهلين ببقوا خايفين عليهم مستنيينهم لا الوضع دلوقتي يختلف تماماً دلوقتي كل الطلبة بتنتظم في الدراسة ماما وبابا بيأمنوني عشان دلوقتي بقي خلاص فيه أمان بقي تنزل اشتراي حال الوحدي بقي دلوقتي يا روح المجرسة الوحدي فبقى دلوقتي الحمد لله فيه أمان في العليش بنعرف أطفالنا إنه يعني إيه الشهيد يعني إيه التضحية اللي هو عملها بنعرفهم بأسماءهم كمان علشان مدر حياتهم يبقوا ذكرين فضلهم على البلد وعلى الأمان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كأطفال وليهم بعد كده في المستقبل بإذن الله فيه تضحيات تمت من الدولة فيه تضحيات تمت من الشعب فيه تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن مصر كل زجاج وحارة فيها عاشر كل واحد عاش محمد وهي جرجس وهي صارة مصر هي البصلة دايما اللي بتحدد مصارة خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجا لك كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان يعني لأول مكناش بنطلع ولا بنجيب أي حاجة ولا بنطلع ولا بروح كافيات دلوقتي الكافيات فتحت الحاجات كلها فتحت رجينا أحسن من الأول بنعيش يومنا طبيعي عادي جدا بننزل الجامعة بنمرد حياتنا الطبيعية بشكل متكر وحسين بالأمان عن زمان كتير قوي تعود الحياة إلى طبيعتها وسيرتها الأولى الخدمات تقدم بصورة ميسرة بخاص الخدمات الشراطية الجماهيرية حيث أسنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشراطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد